قلونا ننتقل لحاجة عاملة حالة من الجدل الشديد جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعند كتير من المصريين وهي لها علاقة بواحد من تراثنا السينمائي الخالد وواحد من اهم مشاهدنا وافلامنا الكبيرة خصوصا انه متعلق باليومين دول اللي احنا فيهم متعلق بيوم شم النسيم اهم رمز اهم حاجة فلكلورية تراثية غنائية عن شم النسيم ايه قولوا انتوا معايا كده مظبوط الراحلة سعاد حسني لما غنت ايه مظبوط الدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع صح صح والاغنية دي خلاص يعني كوبي بيست كده كل ما يجي شم النسيم لازم نسمع الدنيا ربيع نحس ان حاجة نقصانة ونقعد نتفرج على الاغنية اللي موجودة كانت مغنية في فيلم كان اسمه ايه الفيلم اميرة حبي انا اميرة حبي انا مظبوط هي وحسين فاهمي كويس ونتفرج على الاغنية ونسعد جدا بالفراشة سعاد حسني هو هي بتتنطط وبتغني وبترقص وبتعمل الاستعراض الرائع بتاع الدنيا ربيع وبنفرح بخف الدم سامير غانم في الاغنية واسمه ايه التاني مش عاف في الاغنية وحسين فاهمي وهو مكشر في الاول وبعدين بيدها فاكرين طبعا السكتش الغناء الرائع ده وكلنا بلا استثناء كنا بنستنى لقطة معينة في الفيلم وكلنا كنا بنستنى لقطة معينة في الاغنية وكلنا كنا بنحسن ابن المحظوظة اللي كان بيشيل سعاد حسني في لقطة كده في واحد بيقوم لافع سعاد حسني لفوق كده كويس وبيتطمن عليها يا انا عشان ما توقع عشوه بتاع كويس ايه بيقفو جاء عشان من نسيمي اللي فات ملاقيتش الراجل الراجل اللي شايل سعاد حسني فين طب اللقطة نفسها اللي فيها سعاد حسني مرفوعة على الاعناق كده وبتغني وبيقفين فقال لك شالوها شالوها مين اللي شالها محدش رد محدش رفع ايده وقال لك ايه يا جماعة ما احنا شلناها فابتدى الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي يفتكس بقى ويجتهد طالما ما فيش معلومة انت فتحت بابل اجتهد للدوجة فابتدى الشباب قال لك اه ده بقى بصوا مقص الرقيب تدخل وحنخش بقى على السلفنة والاخوانة والرقابة الدينية على افلامه وبتاعه عشان الرجل شايل سعاد حسني وكان بصص من تحت الفوق كده يبقى الامتاع ده لغير الله اقفى يتشال وبتدى الكلام يتقال ويتصدق ومحدش بيرد خصوصا انه في معظم القنوات الفضائية سواء تلفزيون المصري او في روتانا او في بعض القنوات الاخرى اللي بتزيع الاغنية او بتزيع الفيلم بصفة عامة القنوات سينمية اللي بتزيع الفيلم فعلا اللقطة متشالة اللقطة دي بس اللغنية زي ما هي اللقطة دي بس مش موجودة مين اللي شالها بقى